الرحلة 990 وهذه الطيارة التي تشاهدون قدامكم قلعت من المطار عادي ومفيها حتى شيء مشكي من بعد 11 ساعة الطريق هذه تخسرين في مرة أخرى فش كانت فوق البحر هذه الحديث التي سنظروا علي اليوم سيكون من أغرب الحوالي للطيارة المدني ستشاهدون معي أغرب النهاية للطيارة وأريد تشاهدون معي كيف سريت الرحلة 990 قبل أن ندور القادية لا تخسروا أول لا تخسروا أولي ورقة الأجياء وإلا ما كنتش بشارك في القناة فضلا وليس أمرك تشارك في القناة وندعوا لبركات الله قادية ذي اليوم قادروا نسموه لغز معقد مش شيء غير قادية وصافي لغز لي أقل حاجة قادروا نقولوه علي هو أنه حير أشهر محققين في العالم وخلهم يحطوا يدين فوقريوسهم وأنا متأكد أنكم غريد تفاجئوا بالنظريات لتقالوا على القادية خاصة وحد النظرية اللي كنا غريد نتافعوا لأنها هي الحقيقية خلينا نقولوه الحقيقة لمرة لما نطول عليكم أجووا معي التفاصيل ودخلوا معي العالم ديالي قادية ذي اليوم غريد بشي بين الميصر ومن ميصر حتى الأمريكا وهي متعلقة بشركة ديالطيارة المدني خلينا أولا نهضروا بشكل عام على الرحلات اللي ديما كتكون بشكل روشيني وهادي من المطار الدولي ديالميصر وبالضبط القاهرة المطار الدولي ديالأمريكا بالضبط لوس أنجلوس هدريح لك تكون ديما وعادية لسنوات طويلة كان ديما كتنزل في هذا المطار اسمه جون اف كيندي بشي تزود بالوقود عادة تكمل طريق دياله أراك لي إذا بوحد نار فش يقلال البيضوت كيف هو هذا؟ راجع من أمريكا للميصر ومن بعد خلالوا ستسوية للطياران سينزل في مطار جون اف اللي قلناك ينزل به بشي تزود بالوقود ومناني سينزل في حساس للسلامة للطيارة كيف ديما يعني أجراء ثروتينية وحادية بشي تأكدوا من سلامة للطيارة وفش كي يلقاوه بللي كل شي هو هذا؟ البرج جاء المراقبة كي يعطل إذن للبيضوت بشي يقلع ويكمل طريقه الميصر يحنين قادرون قولوه بللي رحلة ووصلت نص طريق حي الدوزات تشي خمسة تسويع في الجو وحطات على قبل الكيروزين وقلعات عوتاني وخاصة من بعد خمسة تسويع أخرين في الجو توصل للميصر ودابا من بعد ما هضرنا على الرحلة خلينا ندخلو الغرفة دي القيادة دي الطيارة ونتعرفو شوية على البيلوت وعلى ثلاثة المساعدين لفاد الرحلة بيلوت دي رحلة كانو أحمد الحبشي كانت في عمره 57 عام مزوج وعندو ثلاثة دي الوليدة كان أحمد بيلوت لقذية دوز كتر من 35 عام فاد المجال وكان رجل معروف بالخبرة دياله وكل شي يحتارمو كبير وصغير دابا بعد ما تعرفنا على البيلوت خلينا نتعرفو المساعد دياله في درحلة اللي كان عندو دوره مهم بزافة القادية اللي هو جمال بطوطي حتى هو كان بيلوت مهم بزاف وعندو خبرة كبيرة في الطيران فعمره 58 عام متزوج وعندو خمسة دي الوليدات وحتى هو كان رجل معروف عن الناس بالأخلاق دياله وكان من واحد العائلة الى باس عليها قبل ما يكون بيلوت ومدرب في الطيران المدني كان خدام بضابط في القوات الجوية دي المعصر وكان كيدرب وكيعلم الناس اللي اختاروا هذا المجال دي القوات الجوية دوس خمسة وثلاثين من عمره هو بيلوت ومدرب حتى الناس اللي اختاروا مجال ديالطيران المدني تبان هادروا على البيلوت الثاني ولا الثالث ديال ديالحلة اللي هو رأوف نوردين في عمره 52 عام مزوج وعندو وليدات كان معروف لي بأنه عزيز عليه بزاف خدمة ديالبيلوت وسبق لي اخده ويسان فاش كان بيلوت في القوات الجوية المصرية وسبق لي كان بيلوت مع الشركة البريطانية واحتوي دوس السنوات من عمره الرحلة من امريكا المصر ستأخذ عصر ديالسوائر ولكن لن يدوس خمسة ديالسوائر الأولى خاص البيلوت الجوز الأول من الرحلة اللي هو احمد الحبشي ينزل في الماطار جون اف اللي جاء في نيويورك علاقة بالكيروزين وعلاقة بالفحوصات وفيش غادي يكون كل شيء هو ويتعطاع الادن قلع سيبقى سيكى التيارة من مدة ساعة ومن بعد ساعة ويأتي في بلاسه البيلوت نوردين ويكمل دوك ربعات السويع اللي يبقاوا من الرحلة باش يوصلوا للميصر دبا تعرفنا شوية عالبيلوت ديالنص الول من الرحلة اللي هو احمد الحبشي وعلى المساعد الاول ديالو جمال البطوطي وتعرفنا عالقائد ثاني اللي خاص فيكم النص الاخر ديالرحلة رؤوف نوردين هذي بقى اللي نشكون المساعد ديالو هو هذي الانوار هو اصغر واحد فيهم تكون عندو ديك ساعة وعشرين ثلثلتشين عام هذي وقلصا كان صغير كانت عندو خبر الاطناشرة عام ديالطيران المدني يعني حتى هو متمكن وعنده خيبرة كان هذا عادي الخاطب وقرر بيتزوش يعني كانوا من المفترض من بعد الرحلة ديالستية كان يمشي درش عراسية طبعا هدرنا شوية على النوع ديالرحلة وعلى البيلوتات ديالرحلة والمساعدين ديالهم بالنسبة للطيارة كانت من نوع بوينك 777 وعدد الركاب دياله فهذا الرحلة كانوا ١٢١١ كانوا يكونوا عدد الركاب دياله ١٢١١ ولكن ربعا ديالناس ما قاشوا في ذرحلة كل واحد فيهم عنده اسباب دياله الخاصة الموهيق خلينا عن طيارة فشل وصلات المطار ديال جون ايف وصلات مع ١١١٢٠ ديالي وبعد مسا لو رفو حصاس وتشارجات بكيروزين ورشاحوا شوية قلع البيلوت احمد الحبشي بالطيارة مع الوحدة و ٢٠ دقيقة ديالليل أو تاني ومن بعد دقائق ليلة وصلت الطيارة في العلو ٣٣٠ ألف قدم لهو الارتفاح الطبيعي دياله ومن المفترض غير يكمل البيلوت احمد ديكسا وتجي نوبة البيلوت نورتين اللي غدي بخالي ٤٠٠٠٠ واشي وصلها لمعصر ووصلت الطيارة فوق المحيط الأطلسي وكانت الأمور طبيعية وعادية بزه كل شي كان طبيعي والأغلبية ديال المسافري كانوا ناسين حيث كان الهدوء في ذيك الطيارة وخلينا نقوله كان الهدوء لكسبق الهاصف حيديك شي اللي غدي يوقع ما غديش يطع حليكم على البالقة شي حاجة اللي خيبة بزه أبراج المراقبة الأمريكية وقاش كتباليهم طيارة نهائيا في الأجهزة ديال المراقبة بحلق قلت شي غبرات فرم شتعين مسؤولين أمريكيين قالوا المسؤولين المصريين ولكن المسؤولين ديال مصر كلفوا المشلس الوطني الأمريكي للسلامة والنقب بشي حقوا ويقلبوا على الطيارة في الغبرات كيفاش مش نوقعه أصلا يا كانت غادع هذه كيفاش اختفت مرة دار عن الطيارة غبر لها الغبرات في أمريكا وليس في مصر الشي اللي خلوهم هم المسؤولين على التحقيق وفعلا تكشي اللي داروا المسؤولين الأمريكيين بقوكي سيفتو فرق البحث في آخر نقطة غبرت في الطيارة من الأجهزة ديالهم ومن بعد نهاره ونص قريبا هم كيقلبوا قد يباليهم زيد طالع فوق الماء وتما عارفوا بلا أكيد الطيارة طاحت الماء شو يبدأ كيطلع بزاف يلقي طاحت الصغار من الطيارة يعني الطيارة طاحت في البحر ومائتين وسبعة عشر روح بشانت عندلي خالقة ما كان حتيش يناجي واحد هناك يبقى السؤال شنو السبب تطاحت تلك الطيارة خرفت القيادة كان فارب عادي الناس خبارات يلبصها شنو اللي غدية خلي الطيارة طاحت كيف حتيش حتيش بلا ما تبصل شي شكوه من البلوت البرج المراقبة ولكن باللاتي ولكن باللاتي تسمعوا أسوأ حاجفت شي فرق البحث تقول بللي ملقوا حتيش واحد من الركاب اللي كانوا في ذلك الطيارة مع أن الغواصين شحال هم داخلين كيقلبوا في قلب الحرب وملقوا ولو كيفشت قادية عبتان وهذه حاجة اللي غريبة بزافكة ومن بعد بحث طويل كيفانو اللي مشي حاجات اللي غريبة هازا هم الماء فالجو يشوفوا شنوه تقاوب اللي هادو انسجة البنادم وفاش تقول انسجة يعني بحلي قلتي بنادم صافي التحنب بالمعنى الكلمة يعني ما يكون تفرقع بين موتور التيارة الشي اللي خلت التيارة تفرقع على طاعت البحر حيث رمو السحيل بنادم يوصل هاد الدراجة وهنايا غادي جي الدور للصندوق الاسود خاصوا ما يلقاوه ويشوفوا شنو السجل مربو مايعرفوا شنو وقع بالدرب وبينو بينكم صندوق اللون دياله أورونج ومشيكهل ولكن اسموه صندوق الاسود حيث غالباً كيكون في الداخل دياله الغوط دياله وعباد الله وكيكون فيه الأصوات ديال الناس قبل ما يسلم الروح دياله مشي تواني يعني الصندوق من الداخل دياله كيكون عامر بالحزن والخوف اللي عاشوا المسافرين والطاقة وحيث ما كيتحل حتى كيوقعها شي حاجة الخيبة طيارة والناس اللي فيها ذاك شعلاس اسموه صندوق الاسود مهم فرق البحث لقوا صندوق الاسود ولا خلينا نقوله جوز ناضا حيث هما في الأصل كيكونوا جوز ناضا وحاك يكون فيه تسجيلة صوتية والتاني كيكون فيه تسجيلة رقمية بحال كان العلو ديال الطيارة وش حال نزلت قبل ما تطيح وش كانوا شي مطبة هوائية وش طيارة زعزات وش طيارة مالس ولا دارس بحال التفاصيل وده بخلينا نقوله جال وقت باش يعرفوا الحقيق وتحالد لغس اللي حير واللي هو كيش نوقع كيف اش حتى وصلت الطيارة والناس لها ديالحالة حيث راعة كان كل شي مطحون ذيك لقيتها كانوا الخبار وصل لعائلات الناس اللي كانوا في ذيك الرحلة واللي معالم بحالهم والحزن ديالهم غير الله ماش يساعد تكون كتسن الأم ديالك ولا الأب ديالك ولا الأخ ديالك ولا الزوجة ديالك ولا شي واحد اللي عزيز عليك تتاويس لك خبار بلي الطيارة طاحت بيه في البحر ووهو الناس اللي معاه وبلي مكين حتىش يناجي نهائيا كلهم مشوا عند الله شعور ليس عيب بزاق ليكون مهام أراك لية أبا فش كي هدروا على الشركة و خمسين توقع بيها مسيبة الطيارة look ولكن بعدما سمع المحققين الأمريكيين تسجيلات اللي في الصندوق الأسود قد يقولوا بلي الطيارة كانت صحس لها يعني السبب ماشي منها نيعيا وماشي يحتمل قائد الرحلة اللي هو أحمد الحبشي وماشي يقوم الأبراج المراقبة وماشي من الجو والاشي عاصف قالوا سيدي بلي السبب في الجرى هو المساعد للبيلوت جمال البطوطي ومشي قالوا بلي غلط ولا شي حاجة وإنما قالوا بصريح العبارة بلي جمال البطوطي قصد صفاء راسه ولقاه الناس اللي معها في الطيارة الشي اللي خلي المحققين الأمريكيين قالوا تسجيلات بلي البيلوت لها الرحلة اللي هو أحمد الحبشي قال المساعد دياله جمال البطوطي أنا بغيت مشي الناس ويقول لي جمال البطوطي قير خد راحك سير نعس مع راسك قف الشفاء وتحس براسك مرتاح قف يقمز ديان تكسحها آجي تكشي اللي دير البيلوت أحمد الحبشي خلي الطيارة مريقلة على الطيارة الآلي يعني غريت بقى طيارة بوحدة حادية بالشكل آلي وخلى المساعد مراقب كل شي وشي نعس بشي رتاح شوية بفيق ناشط ولكن غير مشهوه بشي تواني اللي خليلة يعني مكاملة حتى تقيقة قريت بذلك الطيارة تثبط على العلو دياله الطبيعي وكانت كثبط الطريقة اللي مشي طبيعية ديكرو قيتها صافي مبقاش الطيارة بالشكل آلي النظام التي خلت الطيارة بالشكل آلي طفاء وبدأ الأجهزة الاندار كي صفروا بالجد والناس مساكن اللي كانوا ناعسين فاقه مخلوعين ما حارفين بشكل آلي كان الطيارة غادي الهاوي بحثة على الكبيرة رجع البيلوت احمد كي جري ومخلوع وما فهم موالو حيث تخرج من الغرفة القيادة ومشي نعش ويا زعمه وخلى كل شي الامور طبيعية وما كي نحتش حاجة اللي مشي يدي ولكن كيفاش قلبات الامور فرمشة تعين كيقولوا محاقيقين باللي غير خرج وبشي ثمانية وثلاثين ثانية وقع لي وقع مهم رجع البيلوت احمد كي جري وتخلى الخرفة القيادة ويقول المساعدة بطوطي شنوقع ولكن المساعدة للبطوطي مجاوبوه كانت يقول توكلتوا على الله توكلتوا على الله كانوا الناس يغوتوا الطيارة باقة نازلة ديقل قيتانات البطوطي ويتفيل موتور للطيارة في مره رقع ويقول لي البيلوت الحبشي الصوت مجد واشتفيت الموتور ولكن البطوطي مجاوبوش عو تاني ورجعت يقول توكلتوا على الله توكلتوا على الله كان كيقول البيلوت الحبشي يجر معايا جر معايا وكان كيقصد لي يعاونوا باشي جر آلي لكي تخلي الطيارة تزيد في العلو دياله حيث كانت هابطة بزاف ولكن في ذاك اللحظة قريت تقطع الصوت وما بقعتك تتسجل حتى اشي حاجة لا في صندوق الصوت ولا في صندوق رقمي يعني المحققين الامريكيين قالوا بالبطوطي هو اللي يتعمد يدير هاتشي كامل باش يصفى الراسه والناس لي معه علاش حيث كان كيقول جملة ديالتو وكلتوا على الله وكانت هي عودة غير هي لكشي علاش حسبه واحد من هدوك اللي يصفى الراسهم والناس في نفس الوقت اراك لي اذا ما فاش غدا بصال الخبار للمسؤولين ديال ميصر مهجبه محال قالوا باللي هاد الكلام كله عي عايب يتقال في حق البطوطي لدوه السنين والسنين معمره بيلوت ومدرر ولكي تحت ابرب من الخباراء في هذا المجال كان معروف عليه رجل معقول وضريف ومحافظ على دينه وباللي عزيز على الناس وعزيز عليه يعيش يعني ما يمكنش يديرتش والمشكل هو انه التقرير اللي تقول باللي البطوطي هو السبب في اللي جرى من قالوش يا المحققين الامريكيين ولا مجلس السلامة النقل الامريكي هالتقرير قالتو حتى الشركة لسن عطيارة ديال بوين وحتى النزل FBI قالوه نفس الهضرة على البطوطي نزل الخفطر السواحل وحتى هما قالوا نفس الهضرة فاشسولوه مصحفة على الزعمة خلي دح البطوطي براسه وهد ناس الأبرياء بالسبب قالو لي مما محققين الامريكيين شكون قلكم باللي ما كينش سبب اللي خلاي يصفى الراسه والناس قالوا ليم صحفة اما هو هنية غاد يقولوا المحققين الامريكيين باللي البطوطي صفى الراسه بلما يتسوق الأرواح دي الناس اللي في الطيارة قاع باش يستفد من لاصيران بحجة أنه عنده بنية كتعاني من واحد المرض اللي سعي بزاه ولي كيطلب واحد المبلغ اللي خيالي باش تتعالج الشي اللي خلال المسؤولين المصريين غضبوا بزاه منها التقرير كامل واعتبروا إهانة كبيرة فحقهم وفحق البطوطي قالوا ليم باش من الحجة كتلعوا عليها الباطل كامل واشغير حيت تكلف آخر لحظة من حياته صافر دي توم من هدو عائلة البطوطي وصحابه والمسؤولين كلهم مكدبوا للكلام ورفضوا بشكل قاطع وقالوا بلي مستحيل يضحي براسه بمئتين وسبعة عشر روح خذ حلقه بالتأمين وزيدون هو ميسوره من عائلة اللي معروفة علىها عائلة اللي باس عليهم في ميصر والأب دياله كان في واحد الوقت هو العمدة وكان البطوطي فرحان وعايش هاني مع الزوجة دياله ووليداته وما عنده حتى شي مشاكي ومن غير الشي البطوطي كان صونة الواحد صاحبه كان ممصي على الشيدوه وقال لي البطوطي تلقى ليه في المطار ويقولوا عائلته باللي قبل من رحلة بساعات صونة اليوم وقال ليهم أراني سوت القطب هنا على التحاليل يا بنتي يجبت معايا وقالوا لي بلي التحاليل كي يشيروا بالخير ومن بعد عاوت صونة لزوجة دياله وقال ليها وقال لي لولدي كريم ومحمد يتلقى ليه في المطار حيث هزم عائلة تقل وراني يجيب شي حاجة من برا يعانوني انه حطه في طموبي مسؤولين وعائلة البطوطي قالوا المحققين دخلنا عليكم بالله دبوش هتصرف هات تلواحد ناوي صفاء راسو الناس ومع ذلك المحققين الامريكيين اخدوا لهات الهدرة كاملة دي العائلة دي وصحاب بطوطي وضربوها مع الحيط بحلي مكينة شقاء مع انهم سمعوا بودنيه في التسجيل بطوطي كيقول الموضيفة عفك جيبلي كاز يلقاهوا بالحليل وقارعة دي الماء وهتشي قالوا قبل مطيح تيارة غير بشي تواني لقليلة دي الساحة كان يلا اخرج بلوط الحبشي حس كيف ما قدلكم الحبشي جان نعس وقال لبطوطي وقال لي صافي خير النعس ورتعها تجي المصريين قالوا المحققين الامريكيين عطونا صندوق نسمع بودنيه نشنوقع ونحطوا للعالم نسمعوه الناس كاملين ولكن المحققين الامريكيين رفضوا الطلب ومعطوهم مش صندوق قالوا يقولوا لي يا وش حال قدوم قاع يخبيوا الصندوق نهار يومين ولا شهر ولا عام قاع قالوا نقول لكم باللي مو حالي يطيح لكم على البال مدى اللي خبووا فيها الصندوق حي ترى وصلات العشرين ها هم مخبين صندوق الاسود تيلت سجيل وحتى الصندوق الاسود الرقمي اللي فيه الحالة دي للطائرة والمعلومات الاخيرة تبقى السؤال المطروح شنو السبب بلجرى حي ترى بينا باللي البطوطي غير طيحوا علي البطل يعني القادية فيها شي حاجة هما بغوا يحيدلوا معلهم وبغوا لصقاف البطوطي صحة زي ما يكون ديفو من طيارة براسة ولكن مستحيل الشركة تخلي شي واحد حتى يفكر يعيب لها السمعة دي لطيارتها وخ خلينا دبان هادلوا على أقوى سبب اللي قالوا واحد سيت ميتو وليد وهدو وليد كي يجي البطوطي ولدخشو قال واحد تصريح اللي قلب الصحافة والأخبار الأمريكية تفهم على الإعلام تصريح ليه على شوية كان غالي ينوض هادل بالصح بين أمريكا ومصر قال فات صريح بللي الأغلبية دي الركاوب هادل رحلة ما كانوش ناس مدنيين وصافي وباللي كانوا سبعات العلماء دي البترول فهادل رحلة وكانوا ثلاثو وثلاثين واحد من الضباط دي الجيش المصري وماشي غيراد شي كانوا معهم ثلاثة دي العلماء دي الدرة لحتهما كانوا مصريين ولي واحد من الثلاثة العلماء كان تلميت دي الواحد العالم في الدرة ولي كانت تصفات لي في عام 1980 وبقعد تلميت دياله وواردت منه الالاف العلوم في هذا المجال يعني اللي بغى يقصد وليد ودخلت البطوطي فاش قال شكون هم المصافرين في الدرحلة وانه ممكن كل اللي خلط طيارة طيح وانه تعرضت شي حاجة وهي ما زال في اسمه وراكهم معارفين اش بغيت نقصد يعني بما انه في هادلناس كاملين غيرا تكون دارت لهم خطة يمشوا فيها كاملين يعني سيفطوا ليمشي حاجة اللي شتاتوا بكاملين الشي كيف يفسر علاش فرق البحث لقاوه انسي جدل بنادم ولقاوه الطيارة مفرتة وحتم من الغرفة ديال قيادة المعروف عليها كتكون مدعومة بهيكل ديالي اللي قوي بزاق حتى يلقاوه في حد الحالة لمستحية تصلى كون ما تفرقاش ولو اعرف هذا الشي كامل هو كيفاش مدروش إجراءات السلامة ديال هادل العلماء حيش معروف باللي فاش كيكون شي واحد من العلماء المهمين والمعروفين مسافر في شي رحلة كيسجلوه في السيستام ديال رحلة باسمه السعار ماشي باسميته الحقيقية ولكن فاد الرحلة سجلوه قاع العلماء في السيستام باسميتهم الحقيقيين وحاجة أخرى أصلا في إجراءات السلامة منوع يخلو العلماء كاملين مش وضقة واحدة في نفس الطيارة وهذي حاجة معروفة في العالم ديال الشركات ديال طياران ولكن باللات يتسمعوا الواعرفت شي كامل هو أن الإدارة الأمريكية مكلوش المسؤولين المصريين بلي الطيارة خبرات من رادارات حتى دلس كتر من ساعة على اختفاء دياله الشي اللي كيبين بلي ممكن يكونوا خدوقتهم بشي خبوه الآثار ديال دكشي لقصة طيارة وفرقها في اسمه احنا ما كان أكدوش بلي الإدارة خبوه الخبر مدة دلساعة بشي خبوه الأدلة ولكن كنقوله قاع ناضرياز والصريحات اللي تقالو بلا حتى شي تحيوز يعني احنا ما كان قلوه حتى شي حاجة من عدنا غير هو احنا ما قلناش اكثر حاجة اللي صرحت وما قلنا لاحتيش مبرر ليه هي فشلو وصلت طيارة للمطار جون اف اللي قلناه ستدير منه البنزين وغيرت دالي لفحوصات دياله السيد اللي في البرج المراقبة ومعطاهمش قاهل إدن يقلعوا في الوقت اللي كان عندهم في الجدول دي الرحلة وحنا كننا عارفين باللي مستحيل البيلوت يقلع بلا إدن ولكن باللي ستسمعوا الوارة نفس السيد اللي في البرج المراقبة اللي عطلهم وحوا ني te اللي ف البرج المراقبة وعوثاني هو ني te اللي ف البرج المراقبة اللي ف البرج المراقبة وقل لي بدي التردد اللي بدي التوصل فيه مع برج المراقبة حيث الجودة ذي الصوت دعلك عيانة بدي التردد بش يكون الصوت بيين وواضح بش يتواصل مع البرج ومن البعث الثا magazبت ال produce مارد في برج المراقبة في تيارة غبراج مره أظهane الشي اللي خلت الضباط المحقيقين والمسؤولين المصريين تأكدوا باللي هذه خطة مدروسة بشي الصفاء والعلماء المصريين المهمين اللي كانوا كلهم مسافرين فهذه رحلة وباش نشرح لكم كشر السيدلي في برج المراقبة عطلهم بزاف على الوقت اللي في الجدول يعني الوقت اللي اعطاهم لأدن وقلعوا ما تسجل السيستام دل الطيران حي تكون قلعوا في الوقت تكون تسجلوا ولكن حي تعطلوا ما دخلوش لقاع السيستام قد تقولوا لي ويلاقعوا ما دخلوش للسيستام دل الطيران لطيرين شنو غدي يوقع قد نقول لكم باللي اخطر حاجة ايا الطير طيارة ويا مداخلش للسيستام حاج في كل بلد كيناشي حاجة اسميش الدفاع الجوي وهالدفاع الجوي كيراقب السيستام دل الطيرات لطيرين كاملين وكيراقب حتى المصارات ديالهم يعني الى دازة الطيارة من المصار اللي عندهم في الجدول دي الرحلة وكانت نسجل في السيستام قد يتعامل معها الدفاع الجوي بحل اي طيار اخرى حادي غريتدوس في امان الله ولكن الى جاب الله ودازة الطيارة من شي ما صار اخر من غير اللي عندها في الجدول دي الرحلة وخاصة الى ما كانش الطيارة مسجل في السيستام وطارت وشافت الدفاع الجوي كتبان لي ديكسا على انها نقطة حمرة كتسيني بلاد طائرة ممسجلات مغاديةش في المصار اللي عندها في الجدول وكتعامل معها على انها عدو خطير وكتسايفت لها ذاك الحديث تخيل اللي على بالكم كيش تتتا في البلاصة قلت تقول لي اواش احت 3 درجة قاع بسا ما ميكونش يوقعش خطاء ودنحرف طيارة على المصار دياله ولا يوقعش بلان في السيستام وما تبقاش طالعة فيه وشاتش غريت خلي الدفاع الجوي شتتا بلا ما يتأكدوا وشها الطيارة مدنية عادية ولا عدو قاصدهم فعلا قد نقول لكم عندكم الحق وخاق قاع ما يكونش المصار والطيار مسجلين في الرحلة راديما الدفاع الجوي كدار مع البرود بيش يتأكدوا وش هو عدو ولا غير شي خطاء في السيستام ولكن ما تنسوش باللي قلت لكم راسيد في برج المراقبة هدار مع الحبشي وقل لي بدي التردد اللي كتهدار فيه مع أبراج المراقبة بس صوت يكون واضح ومسمون وفاش حبشي بدي التردد حتي ميل كبير يكون هدو السبب اللي خلي الاتصال تقطع في مرة ما بينهم وبين أبراج المراقبة الشي اللي خلي الدفاع الجوي وخحه وليتواصل معه مقدرش حيث كان الاتصال مقطوع وشي اللي خلي تعامل معاك عدو وشتتهم حيث أصلا طلع في شي رادارات بلي ثلاثة يدي الحويش وكانوا فيهم ضو مجال وكانوا كتحركوا بسرعة كبيرة جيت الطيارة المصرية وشي اللي كي أكد بلي دوق ثلاثة الحاجة تم صوارخ لسيف طليم الدفاع الجوي وشي اللي كي أكدات الشي كتر هو الصندوق الأسود الرقمي اللي كان مسجل حركات للطيارة اللي كان كيبان بلي في اللوة كان طيارة طيارة عادية الحلو ديالة طبيعي 33 ألف قدم ومن بعد ثواني قليلة قريت تبط بحط سرعة اللي خيالية من ثلاثة وثلاثة ألف قدم حسن 16 ألف قدم كان داك الوقت كيقول الحبشي اللي بطوطي يجر معايا جر معايا وتخطع الضو الشي اللي خلت السجيل وقف ولكن من بعد ثواني رجع الطيارة كتبشي بشكل مستقع معادي ورجع في الضو ورجع الصندوق السجل بحالي قلتي قدروا أنه مؤخير يتحكموا في الطيارة وبدأ الطيارة تزيد في العلو ديالة شوية بشوية لكي تصل الارتفاع الطبيعي اللي هو 33 ألف قدم ولكن للأسف غير وصلت الطيارة 25 ألف قدم وهي تخبر ديك الوقت كان آخر حاجة تسجيل الصندوق هي توكلتوا على الله توكلتوا على الله يعني حركة الطيارة اللي تسجيل الصندوق رغمي تتبين باللي فاش خرج الحبشي من غرفة القيادة غير بشي تهواني شوف بطوطي الحديد تقيل جاي سواق جي جيتهم الشي اللي خلاه وقف الندام الآلي هو حاول يبعط طيارة بالزربع لدك الحديد يقاصدينه في الجو ولكن اللي معروف ان هاد النوع من طيارات كيكون تقيل بزاف والحركة دياله قليلة ومشي سريعة يمكن هاد الشي اللي خلاه فقدات السيطرة وهبطعت بوجهها لتحت وغالبا هادا كوالوقت اللي كان كيقول فيه الحبشي جر معي جر معي ولكن كان البطوطي مصدوم بزاف وكانت يقول توكلتوا على الله توكلتوا على الله كان مركز غير في أسنو خاصة يدير باش ينجموا وفاش قدروا ورجعوا يتحكموا في الطيارة ورجعوا وطلعوا لعلودي الـ 25000 قادم وشافوا عودتان ثوار اخرين جايين حاولوا يتفادوا ولكن ما قدروش ووقع اللي وقع ممكن شو واحد فيكم يجي واحد تساؤل في بالو ويقول بلي علش البطوطيت في الموتور ديالطيار كنسمعوا البيلوت الحبشي كيقول لي وش تفايش الموتور وش تفايش الموتور وش في خباركم بلي خباراء هذا الطيران كيقولوا بلي هاد الخطوة اللي دا البطوطي كان دكية بزع وبلي فات الحالة كان ضرورة خاصة يدفع الموتور حي الطيارة كانت هابطة بوجهة الجحس يعني الموتور خدامين كيزيدوا يدفعوا الجحس كان ضرورة خاصة يدفعها باش ينقص من السرعة للدفاع الجحس ولكن المحقيقي الأمريكيين كانوا بغير يلصقوا فيه الباطل بأي حاجة القادية صراحة خربقات العالم كامل مش غير ميصر باش يبردوا المسؤولين القادية شوية خرجوا احد المسؤول في المؤتمر صحفية وقال بلي السبب هو مشكل في الديل ديل الطيارة ولكن اكتر نظريكي اكدوا بزاف دين ناس هي لتجدول بالقادية خطة بشبان طيارة عدو في الرادار ديل دفاع الجوية شتوا حي تكون فعلا سبب هو مشكل ديل ديل الطيارة كونقا ما قادرات ترجع طلع من بعد علو ديل 16 الف قدم وطلعات 25 الف قدم ولكن شنو غدا يوقع نظر المسؤولين الامريكيين جابوا احد السيادين باش شهدوا باللي في الليلة اللي قاحت في الطيارة وقالوا باللي ما شافوا حتى شي صوارخ قاضينا ولا شي حاجة الشي اللي خلال القادية تسدات عند هد الحد ومصر خسرات القادية وما تحتاطر حتى شي تعوي ماذا قد نقولوا الحقيقة كانت هي الشمس والباطل والغربان كنظن باللي بينا شنو بغيت نقصد لا يرحم دكو الناس اللي مساكن عاشوا الراب الحقيقة قبل ما يسل المروحهم والعيالخوز كتسر القادية ذي لاد نار والحلقة ذي لاد نار تلاقوا في حلقة اخرى القادية اخرى ان شاء الله ان شاء الله وفراسكم